اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي يسجل العراق أرقام قياسية الحقيقة مثل ما يسجل في الفساد وفي الخراب والدمار والتخلف والأمية أرقام قياسية يسجل أيضا في عدد العطل الرسمية وغير الرسمية في العراق العراق يسجل في سنة 2024 لأيام العطل الرسمية وغير الرسمية ومناسبات وغير مناسبات 140 يوم وهذا يضافة إلى طبعا ضيفلها أيام الجمعة والسبت اللي هي عطلة رسمية طبعا وضيفلها أيضا الأيام اللي تتعلق بالمناخ اللي تنطر الدنيا يعني في بعض المحافظات أو في كل المحافظات وتعطل هذه المحافظات إضافة إلى مناسبات خاصة بهذه المحافظات وهذه المدن وبالصيف أيضا درجات الحرارة صارت فوق الخمسين درجة تعطل المدن أيضا العمل يعطل كله وبالتالي عدد أيام العطل التي في العراق لا تقل عن 150 يوم بالسنة بمعنى خمسة أشهر كاملة العراق المعطل هاي عطل رسمية خمسة أشهر وأكثر من خمسة أشهر ضبون يعني هذه عشرين أسبوع العشرين أسبوع السنة كلها ثمانية واربعين أسبوع فثمانية وعشرين أسبوع بها عمل وعشرين أسبوع عطل طبعا ويام العمل أنا أقصد الموظفين طبعا هي إضافة إلى المدارس والطلبة والجامعات وكل هذه وحتى المصالح الخاصة كلها تعطل يعني ثمانية واربعين يعني ثمانية وعشرين أسبوع فقط عمل قياسات العمل عندنا الموظفين لا تزيد إنتاجية الموظفة عن داعش دقيقة باليوم في دوامة ثمان ساعات إنتاجيته داعش دقيقة عموما فالسنة يعني طبيعة هذه العطل تجعل العراق يسجل أعلى رقم بالعالم الدولة رقم واحد بعدد العطل في العالم ما كوهي شي بلد بالعالم بيهل قد عطل 150 يوم خمسة شهر عطل فقط رسمية وغير رسمية ومناسبات وهذا الجعلني يعني يوميا تطالعون في بالأخبار المحافظة الفلانية تعطل يوم غدا لي كذا ما عرف شنو هي مناسبة المحافظة الفلانية وبالتالي واحدة ورلخ واحدة ورلخ بعد ساعتين ثلاثة تجد كل المحافظات قد عطلت معنية وغير معنية المهم يعطلون أن التوام لأنه لا قيمة للعمل ولا قيمة للوقت ولا قيمة لأي شيء بلد مستهلك لكل شيء وعلى فكرة الرئيس الوزراء الحالي يقول نستورد احنا 70 مليار سنويا وهذا نخليل الرقام بعدين نتناقش به عموما البريطانيا فقط انقلترا مو بريطانيا كلها بريطانيا ويلز و وإيرلندا وغيرها لكن بريطانيا انقلترا فقط عدد العطل فيها هي ويلز ثمانة يام فقط احنا عدنا 150 يوم فلذلك اخذنا الرقم واحد مثل ما اخذنا احنا يعني تميز في جدول الفساد ومنظمة الشفافية العالمية أسوأ عاصمة أكثر أمية أكثر عطالة أكثر بطالة أكثر فقر كل هذه الدولة الفاشلة واحد من الدول الفاشلة الرئيسية الدولة الفوضى الدولة الخطرة كل هذه الألقاب حصلناها ما شاء الله خلال هذه العشرين سنة اللي مضت ويسرحونا دولة ازدهار وجئنا من أجل المظلومية طيب اللي يجي من أجل المظلومية يشتغل ليل ونهار وليقولونا رح ننجز وأصلحنا وكذا يجب أن يكون شغل ليل ونهار معطل خمسة شهر قاعدين لحد يشتغلوا كذا والخسائر طبعا هذه العطل مبلاش يعني دعني أقول لك أنه فقط الموظفين عندما يعطلون هؤلاء اللي عددهم أكثر من ثمان ملايين لأنه شيار زيباري يقول قبل سنوات من كان وزير مالية وآخر لقائلة سيئلوا عن عدد الموظفين قال أنا من كنت وزير مالية الرقم المسجل عندي ثمان ملايين موظف الآن يعني تجاوزوا العشر اثناث مليون موظف هؤلاء كلهم حتى يعني يعجزوهم يعني يربطوهم بهذه السلطة حتى لا حد يثور عليهم أو لا حد يسوي لهم بلبلة المهم يغروهم بهذه الوظائف وانتهى الموضوع هذه كل القضية بس لكن هذه القضية متعلقة بصرف اقتصادي احنا 75% من الموازنة 70% إلى 75% رواتف فقط رواتف موظفين متقاعدين ورعاية الاجتماعية هكذا والباقي الجماعة يخلوه بجوبهم ويحشوننا بالاستثمار ومعرف منهم فاحنا الموازنة كلها السنوية احنا لو بيعنا نفط يعني وزارة النفط طالعنا كل شهر موازنة تقرير تقول بي هل قد بيعنا نفط و هل قد استلمنا فلوس ففي اعلى الاحوال احنا خلي نقول كيف نهم ويقولون 8 و 7 و 9 احنا خلي نقول 10 مليارات 10 مليارات شهريا فبالسنة 120 مليار ياخذون موهي وخلي يقولون هم مواردات معرف مين من القمارق مدرم مين هم يخالف جتهم هذا الاشقد اذا هم يدفعون 70 مليار بحزوز 70 مليار للرواتب وهذه بدون انتاجية بدون عائد ويدفعون 70 مليار استيرادات 940 مليار ويقد يسرقون ويقد الفساد ويقد الخراب ويقد الإدامة ويقد وما هو هذا والبناء اللي يدعوه وبالتالي هذا كله ديون لان المبلغ الفرق بين موازنتك وبين اتصرفياتك غائل جدا انت عندك عجز كبير جدا هذا شون العجز السدة السدة بالديون اما داخلية وخارجية فإحنا ديوننا الله وعلى مشكلت ما حال يقول لنا بس يجي يوم أمريكا هذه اللي الآن امراضيها هذه السلطة وقابلة بيها لأنها جابت نموذج تقلب عليها ورح تحكي ويهو بريطانيا رح تحكيون نشقد الديون ورح تطلع قضية خراب دمار الله ليستر عموما لكن فقط الموظفين عندما يعطلون في هذه العطلة كل يوم توقعات الاقتصادين يقولون بحساباتهم أنه كل يوم يخسرنا 140 مليون دولار فقط يعني الرواتب نحن نطي بلاش بدون شغل 140 مليون دولار يوميا عندما تضرب هذا الرقم ب150 أنت تطي مليارين ومئة مليون دولار سنويا بدون عمل يعني تطيها هيتش من أجل العطل فقط مليارين ومئة مليون هاتشيلها من أجل العطل فأنت حالة غريبة عجيبة إضافة إلى التخلف مدارس العطل الجامعات العطل الوضعية كلها الحياة كلها تعطل هل يعقل هذا في بلد يدعون أنهم يعني ماضين بالازدهار ويدعون وسائل الإعلام تعالوا كتبوا عن تجربتنا والتجربة الديمقراطية والتجربة المزدهرة والتجربة المعرفة مني وين هذه التجربة؟ كيف تصنع هذه التجربة؟ يعني من الهوى؟ أدكم عصة سحرية؟ أموال مين تجيبوها؟ المن تدفعون؟ إذا كل هذه الأموال تدفعوها الموظفين لكي تشتروا سكوتهم تشتروا ولائهم حش العراقيين لكن هم استحقون العراقيين أن يجدون فرصة للعيش حتى يصرفون على بيوتهم وحياتهم ما يفلوسهم مفلوس أحد وهذه الخزينة التي تدعي الحكومة مالتي هي مو مالتهم هي مال الشعب العراقي بالتالي لكن لكن بالتأكيد ماكو دولة بالعالم أكثر موظفين بالعالم عدها عشرة مضي 12 مليون موظف ماكو ماكوش دولة ماكوش تراهون ماذا ينتجون؟ نحن لا عدنا الصناعة ولا عدنا الزراعة ولا عدنا التجارة كل شي ما عدنا نستورد فلوس تجينا تدخل للإستيراد ما هو يقول سبعين مليار نصرف سنوية بس استيرادات هذا بالتالي هذا وضعنا وعطل 150 عطل خمسة شهر احنا عاطلنا عن العمل شوكت يدرسون الطلال شوكت الجامعات تدرسوا طلال لنا عقول شوكت الدوائر تنتج وتطل الناس هذا القضية فبالتالي الحديث عن إصلاحات حديث عن نهوض حديث عن تقدم كذبة كبيرة وازدهار تحدثنا عن ازدهار كذبة كبيرة واقع الحال يكذبه والأرقام يكذبها وقت هذه الحلقة انتهى أعزائي المشاهدين أسترككم بخير وأنتقيكم في الحلقة الأخرى لذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة